الصحفي الراضي الدكتور عدنان لفتت في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا ما حدث في مباراة العراق ومصر الأولمبي التي انتهت بهدفين مقابل هدف للمنتخب المصري المباراة كانت غير منقولة إعلاميا لكن بحسب ما أشاد بعض أعضاء الاتحاد العراقي المتواجدين في الملعب أن المنتخب العراقي الأولمبي قدم أداء جيد على الرغم من عدم اكتمال الصفوف خسر المباراة لكن قدم أداء جيدا وهذا هو الأهم بالنسبة للمدرب راضي شنيشل لا تهم النتائج في المباريات الودية الأهم هو الوقوف على الجانب البدني والفني للفريق وهذا ما ظهر بصورة جيدة على لاعبين منتخبا الأولمبي نتمنى أن تكون هناك مباراة ودية على مستوى عالي لكي يتم الوقوف على جاهزية المنتخب العراقي أكثر منتخب عمانا يفوز على نادي ريال مرسيا الإسباني بخماسية مظيفة ضن معسكره التدريبي في إسبانيا استعدادا لمواجهة العراق في افتتاح التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المحلل الرياضي اليمني محمد العلق في تصريح صحفي قائلا الشعب العراقي من أكثر الشعوب حول العالم يسمى بالمجنون لأنهم لا يتعامل مع الأمور بالعقل وأنما بالتهجم والصياح أما ما يخص كرة القدم العراقية فإنها إلى الهاوية لأنها لم تؤسس بالشكل الصحيح وأنما الاتحاد العراقي لكرة القدم منيا على أساس الفساد والسرقة والصراعات الدامية بين الأعضاء وضحية هذه الأمور هي الكرة العراقية أما ما يخص الشعب العراقي فإنه يحب الاختارع البدع وأن كل ما يقوم به الشعب العراقي هو افتكار البدع في شهر محرم واختراع أمور غير معقولة وهي التقبير واللطم وأشياء أخرى من خرافات الشيعة ويدعون هذه مراسيم حسينية العراق لو يترك اللطم والمراسم الحسينية سوف يصبح إقوى منتخب في آسيا حسن عبد الكريم لاعب نادي الزورة في تصريحات خاصة لموقع المستديرة الرياضية أولويتي البقاء مع الزوراء وموقف جمهور النوارس معي لن أنساه إطلاقا أتمنى أن تخمض عصفة الخلافات الإدارية لنعرف مع من نجلس للتفاوض تربطني علاقة طيبة بالمدرب كاساس وأنا على اتصال دائم معه ونصحني بقابول عرض نادي بلوزداد الجزائري كاساس أفضل مدرب أجنبي ضرب المنتخب العراقي وفرصتنا معه كبيرة للوصول لكأس العالم حسام البدري مدرب كبير لكن الظروف لن تخدمه مع الزوراء المدرب ثائر أحمد صاحب الفضل الأول في مسيرتي وأحمد عبد الجبار منحني الثقة مع الكر محمود الموسي أفضل محترف في الدوري العراقي ودورينا هذا الموسم تطور كثيرا مقارنة بالمواسم السابقة منتخب أوكرانيا الأولمبي يتعادل مع منتخب برغوي بهدفين لكل فريق لينهي تحضيراته قبل لقاء العراقي يوم الأربعاء المقبل ضن أولمبياد باربس المحلل السعودي حمد أدبيخي في تصريح صحفي قائلا علينا الوقوف بموقف المعزين والمواسين في هذا المصاب الذين هز العالم أجمع مصاب الحسين عليه السلام وآل بيته الأطهار هو درس للعالم أجمع هو الدستور الذي سوف ينجح في الدنيا والآخرة كل من نشع على خطاه الحسين عليه السلام ثورة حقيقية طالبت بأن يكون الحكم للإنسان الذي يسير على خطى الرسول وآل بيته وفعلا كل من نشع على خطاهم ضمن الجنة وهلك كل من خالف ذلك نعزي أنفسنا والعالم الإسلامي ولا سيما الإخوان والمراجع في العراق بهذا المصاب العظيم قدم مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشيل طلبا إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد خسارة فريقه أمام مصر يوم الأربعاء استعدادا لأولمبياد باريس 2024 وخسر المنتخب العراقي الأولمبي أمام نظيره المصري في المباراة التي أقيمت في ملعب إندليت يوم الأربعاء وانتهت بفوز مصر بنتيجة هدفين لهدف وقال راضي شنيشيل في تصريحات إعلامية إن الفريق العراقي قدم مستوى جيدا مقارنة بظروف تجمع لاعب المنتخب لذا كان هناك تفاوت بين اللاعبين من حيث الأداء وأضاف شنيشيل الجهاز الفني جرب طريقتين للعب وحددنا الأنسب ونحاول قدر الإمكان إعادة الفريق للعب مباريات ذات مستوى عالي لمجارات الفرق المشاركة في الأولمبياد وكذلك مشاركة أغلب اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية والأهم أن اللاعبين لا يعانون من إصابة وهذا مكسب كبير للفريق شنيشيل يوضح سبب الخسارة أمام منتخب مصر الأولمبي وأكمل شنيشيل المنتخب المصري من المنتخبات المحترمة ويمتلك لاعبين على مستوى عالي من الخبرة أتمنى من الاتحاد العراقي أن يؤمن مباراة ودية أخرى لكي تكون الفائدة كبيرة وبالتالي سيعتاد الفريق على مواجهة الفرق المتطورة مع ذلك فإن المحصلة النهائية كانت جيدة وكانت تجربة مفيدة للفريق وبخصوص نتيجة المباراة بين شنيشيل قائلا المباراة شهدت بعض الأخطاء التي أدت إلى الخسارة وأغلب هذه الأخطاء شخصية أو بسبب تفكير وتمركز اللاعب وستتم معالجتها قبل خوض المباريات الرسمية وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بالأولمبيات إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا وحتى الآن لم تكتمل صفوف المنتخب الأولمبي العراقي إذ تأخر التحاق مدافع هرنيفين الهولندي حسين علي بوفد الفريق بسبب انشغاله بالتدريبات والتحضيرات رفقة فريقه للموسم الجديد في هولندا إذ من المؤمل أن يلتحق خلال الأيام القليلة المقبلة كما سيفتقد وفد المنتخب العراقي لنجمه الأول اللاعب علي جاسم الذي يغادر يوم الاثنين إلى إيطاليا من أجل التوقيع على عقده مع فريق كومو الإيطالي بعدما أتمل جميع الأمور المادية وحصل على الضوء الأخضر لتمثيل الفريق في الموسم المقبل على أن يعود بعدها لوفد العراق ويستهل المنتخب العراقي مشواره في الأولمبياد بنواجهة نظيره الأوكراني يوم 24 يوليو تموز الجار فيما سيواجه المنتخب الأرجنتيني يوم 27 من الشهر ذاته على أن يواجه المنتخب المغربي في ثلاثة صفة منه ترجمة نانسي قنقر